مرغما ولن أمارس مهامي هذا ما لوح به رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب على خلفية استمرار الركود في ملف تشكيل الحكومة الجديدة واستمرار الصراع بين الفرقاء السياسيين في هذا البلد الذي أنهك مقدراته الفساد المالي والإداري وخرجت على إثره احتجاجات شعبية ما زالت تطالب بالتغيير الجوهري في واقع لبنان وضع صعب لن يحتمل المزيد من الخصومات يقول دياب داعيا إلى ترك ما وصفها بأوهام وطموحات السلطة جانبا بسبب ما يمر به لبنان من خطر كبير في إشارة منه إلى الخلاف المستمر بين رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون وتياره الحزبي يعيش لبنان في وضع لا يحسد عليه خاصة بعد مرور سبعة أشهر على استقالة حكومة حسان دياب وبقاء البلاد بلا حكومة منذ ذلك الحين الأمر الذي زاد الأوضاع تعقيدا في وقت لم تقدم أي جهة سياسية تنازلات من شأنها رأب الصدع الكبير سياسيا واقتصاديا ومنذ استقالة حكومة دياب وتكليف الحريري بتشكيل حكومة أخرى تعالج الأزمات المتراكمة في لبنان لا سيما الملف الاقتصادي الخانق فشل السياسيون في التوصل إلى توافق مثمر كما فشلوا في التخلي عن المحاصصة الطائفية والحزبية حيث المناكفات وتبادل الاتهامات بالتقصير يتسيد المشهد اللبناني وبين هذا وذاك يجد اللبنانيون أنفسهم غارقين في أزمة اقتصادية ومعيشية طاحنة لم تشهد لها البلاد مثيلا منذ عقود وتشهد لبنان منذ نحو أسبوع احتجاجات واسعة في عدد من المدن بعد أن هوت العملة المحلية إلى أكثر من عشرة آلاف ليرة لكل دولار واحد ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية إلى نحو ثلاثة أضعافها منذ بدء الأزمة الاقتصادية العام الماضي ليس ذلك فحسب بل أن وطيرة ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق السوداء تتسارع بشكل ملحوظ بحسب تقارير اقتصادية وسط تهافت المواطنين على شراء المواد الغذائية التي بات شراؤها مرهونا بشروط إدارية وتجارية مجحفة يقول لبنانيون أسباب كافية برأيهم لعودة الاحتجاجات بقوة إلى شوارع لبنان مطالبة بتغيير واقع لم يعد يحتمله المواطنون شكرا شكرا